فن العصر الذهبي إن التقدم الجمال أثرى والبركة التي ستحكم على كل مجالات العصر الذهبي سيأخذ الفن فيها أيضا مكانة عالية في هذا العصر الناس دائما سيرون الجمال أمام عينهما في المنازل التي يعيشون فيها الحدائق المنازل أماكن العمل المدارس المسارح الصينما كما أنها ستستحوذ عمل الجمال السرمان موسيقى والفن على أفاق واسعة في كل المجالات وأهم صفة للعصر الذهبي كونه العصر الذي تطبق فيه أخلاق القرآن من دون أي نقص هكذا يستطيع الناس أن يخطو بالجمال الذي يبشر به الله بالقرآن للمؤمنين يصف الله تعالى في القرآن الحياة التي سوف يعيشها المؤمنين في الدنيا على الشكل التالي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون لقد لفت الله تعالى في القرآن أن كل البيئات التي تعيش وفقا لأوامره هي من ستتحول إلى بيت السلام لذلك بشر المؤمنين الذين يتبعون هذه الأخلاق بأنهم سيعيشون في جمال إن كانوا في الدنيا أو في الآخرة وسينعمون بحياة الجنة الأبدية والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون